موسيقى هنيجيش هنبدلوقتي للتمرين الارضية او تمارين الحيوانات اوكي هنبدأ نعمل تمرين الفراشة اهو من قدمي اسليني بالشكلة تمام وهحرق اوكي زي ما اتفقنا يا شاباب اي قلم طبعا احنا بنشهر به لان بيحصل تمدد تمدد ويمرونة للاوتار والاربطة اوكي اوه عيش التمرين ده بسيط جدا وسهل تحس هنا الضغط في منطقة الحوت طبعا اوكي ده اسم تمرين الفراشة نجي للتمرين التاني بعد ما خلصنا الفراشة الضفدع الضفدع ده بقى مهم جدا هالف نفسي بالشكل دا اهو قدم هتكون بشكل كده اهو هم ويه هضغط للأمام وللخلف اهو يا شباب شايفين للأمام للخلف للأمام للخلف اعمل التمرين ده بهدوء جدا عشان ما تحسش عشان ما تحسش بعلم شديد وما يجلكش اصابات ايوة اهو اهو يا شديد نعمل التمرين من الزوال الامامية اهو شايفين بلغط ازاي اهو شايفين للأمام للخلف للأمام للخلف للأمام للخلف ايا كوتش ركز على الجزء ده للأمام والخلف امام والخلف تمرين مهم جدا تمرين الضوال طاعة اهو يا شايفين اوكي يجي التمرين اللي بعده هف الرجلي بالشكل ده وهجيب قدميه هنا كده وهضغط هضغط الامام كده اهو يا شباب بعمل مرونة نرجل الجانب الاخر تمام اهو اهو وان تي سري فور اوكي هنيجي بالي التمرين اللي الجاي ده هنحس فيه بتقطع شوية لكن طبيعي جدا هميل كده ويه هعمل حركة دائرية اهو دي لدي تنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة